لا 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 يسمعون بها ولا يرونها يجري الحديث عنها في العراق كثيرا لكنها تغيب عن الواقع تماما إنها حقوق الإنسان في يومها العالمي العاشر من كانون الثاني عندما اعتمدت الأمم المتحدة عام 48 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الوثيقة التي أعلنت حقوقا غير قابلة للتصرف ينبغي أن يتمتع بها كل إنسان بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو أي وضع آخر 16 عاما أو يزيد ولا شغل للعراقيين سوى البحث عن حقوقهم المنهوبة ابتداء من حق الحياة مرورا بحق الحرية وحق الكرامة وهلما جرا إلى كل حقوق الإنسان التي تتداولها الألسن وتتسامع بها الآذان دون أن تتجسد واقعا في عراق ما بعد الاحتلال الذي قيل يوما إنه سيكون واحة للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط لكنه انقلب جحيما على يدثلة من المرتزقة الذين جلبهم المحتل الأمريكي بالتواطئ مع المحتل الإيراني في مخطط شيطاني دمر بلاد الرافدين لينتفض أبناؤه غير مرة قبل أن يفجروا ثورتهم التشرينية بوجه ساسة المنطقة الخضراء وسادتهم لاستعادة العراق بلادا واستعادة العراقي إنسانا ومن ثم استرجاع كل حقوقه المسلوبة مفوضية حقوق الإنسان في العراق أعلن التعليق الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان بعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان العراقي خصوصا في الزمن القصير من عمر الثورة والتي سقط فيها مئات الشهداء وجرح عشرات الآلاف على يد القوات الحكومية والميليشيات ناهك عن عمليات الاختطاف والاعتقال والإخفاء القسري التي مثلت امتدادا لما شهده هذا البلد المنكوب طيلة سنوات الاحتلال الماضية هذا دونا عن غياب الحقوق الأساسية من حق الرأي والتعبير وحق التعليم والصحة والعدالة وحقوق الخدمات الأخرى التي تركها الفاسدون أثرا بعد عين في العراق الجديد عراق الديمقراطية وحقوق الإنسان لم تسلم فئة من فئات الشعب العراقي من الظلم والاضطهاد كل بقعة من بقاعه كانت دوما شاهدة على خصة من يحكمونه وعمالتهم وتبجحهم في الوقت نفسه رغم كل شواهد التي تؤكل تحول العراق إلى سجن كبير ثار العراقيون اليوم لكسر أسواره ووضع الطبقة السياسية العميلة خلف القضبان التي صنعوها ليقيدوا بها أحرار هذا البلد